اشتركوا في القناة نحن كعلماء سياسة وباحثي سياسة نهتم إلى حد بعيد بالجانب المنهجي أو مسألة ضبط المفاهيم والمصطلحات فيما يتعلقوا بتناول أي موضوع من موضوعات البحث والدراسة وأبدأ بالتفرقة بين أربعة مصطلحات أو مفاهيم سنأتي على ذكرها خلال هذه المحاضرة القصيرة إن شاء الله نبدأ بأول ملفوم وهو عنوان عريض يحتل موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالحركة الإسلامية ماذا نعني بها؟ ماذا تشمل هذه الحركة؟ ونقول إن الحركات الإسلامية بشكل عام هي تلك التيارات والأحزاب والجماعات التي تنطلق من الإسلام باعتباره مرجعية قيمية وأخلاقية وتحاول أن تتمثل هذه المرجعية في كل ما يتعلق بجوانب الحياة سواء من النحية الدينية أو الدعوية أو الطربوية أو الخيرية أو السياسية أو ما إلى ذلك هذا التعريف لحد بعيد تعريف واسع ويضم في إطاره مختلف الحركات التي ظهرت في المنطقة العربية وربما أيضاً في العالم الإسلامي خلال القرن الماضي سواء حركات تعملوا بالعمل الدعوي والتربوي ولا تنخرطوا في العمل السياسي على سبيل المثال جمعيات أنصار السنة المحمدية أو جمعيات الشرعية أو ما إلى ذلك تشمل أيضاً كل ما ينضوي تحت المظلة السلفية خاصة السلفية العلمية أو السلفية غير مسيسة وفي القلب من هذه الحركات تأتي الحركة الأم وهي حركة جامعة الإخوة المسلمين التي بدأت قبل حوالي تسعين عاماً الآن وانتشرت في معظم ربوع العالم المصطلح الثاني مفهوم الثاني هو الإصلاح والإصلاح الأخ وليد تحدث بشكل مختصر هو عبارة عن عملية تغيير تدريجي وبطيء تتم من خلال مجموعة من المراحل وعبر آليات مختلفة من أجل إنجاز تغيير قد يكون تغيير شامل على مدى زمني طويل المصطلح الثالث الذي سوف نتعرض إليه مصطلح الثورة وهو على العكس من مصطلح الإصلاح هو يعني تغيير جدري أو راديكالي يتعلق بالبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ينتج عنه تغيير وإحلال للنخب الحاكمة الحالية بنخب جديدة تماماً تختلف عنها في الأهداف وفي المشروع في الأدواء هذه فقط مجرد توطيئة لأهم المفاهيم التي سوف نتعرض لها في هذه المحاضرة القصيرة الآن السؤال هو هل تعاني الحركة الإسلامية في مصر وخص بالذكر جماعة الإخوان المسلمين من أزمة ومأزق الإجابة القصيرة هي نعم لكن الأصعب هو ما يلي أولاً ما هي طبيعة هذه الأزمة ثانياً ما هي هم مظاهرها ثالثاً ما هي هم أسبابها والأصعب كيفية الخروج من هذه الأزمة الراهنة أي محاولة بالإجابة على هذه الأسئلة تستدعي منك الباحثين أن نأخذ خطوة إلى الخلف وننظر في أطوار هذه الحركة خلال التسعين عام المواضية كي نعرف أين مأزق الخلل في هذه الحركة ونقول إنه إذا كمنا بتقسيم مرحلي كرونيكل لهذه الحركة نقول إنه هذه الحركة مرت حتى يومنا هذا بستة مراحل أو أطوار خلال العكود التسعين الماضية نبدأ بأول مرحلة مرحلة الانتشار والتأسيس والتي استمرت خلال سنوات الثلاثينات والعربعينات والتي انتقلت فيها الحركة من أسرة صغيرة في الإسماعيلية الشرق القاهرة إلى جماعة ليس فقط في معظم أكتار أو معظم محافظات الكتر المصري إلى جماعة تنتشر في معظم بقاع الأرض من أقصى الشرق في جنوب شرق آسيا وحتى المغرب العربي وحتى في الشمال الأوروبي وكذلك في الجنوب في أستراليا واحد حركة مترمية الأطراف واسعة إلى حد بعيد هذه المرحلة تم فيها تأسيس الجماعة من خلال أنشطة مختلفة كانت تأكس فيها تمع بالأساس على النشاط الدعوي والتربوي وكذلك العم الخيري والأهلي ثم انتقلت الجماعة إلى خاصة في مصر إلى مرحلة الأزمة أو المحنة الأولى والتي تعرضت فيها الجماعة إلى عملية قمع واتغاد شديد تحت حكم الرئيس الراحة جمال عبد الناصر خلال الخمسينات والستينات وكادت أن تفق للجماعة كل قواعدها التنظيمية حتى جاءت مرحلة السابعنات والتي يمكن أن نسميها مرحلة إعادة تأسيس الجماعة مرة أخرى من خلال تلك المجموعات للشباب التي نشطت في الجماعات المصرية وقامت بالتواصل مع معظم أو مع من خرجوا من خلال الجماعة من السجون وقاموا بعملية تركيب للرأس على الجسد الذي كان بالفعل موجود خلال الجماعات المصرية في معظم الجماعات في ذلك الوقت وتم إنشاء الجماعة مرة أخرى وانتقت الجماعة إلى مرحلة الاندماج في العمل السياسي من خلال الدخول في العمل الحزبي وكانت الجماعة تقوم بعملية قطع نوعاً ما مع موقف مؤسسة الجماعة الإمام حسن البنة الذي كان لديه موقف رافض للحزبية باعتبارها مدعات الفرقة والتشتت وعدم وحدة الأمة فقامت الجماعة بعمل مراجعة لهذا الموقف وقامت بجعل العمل السياسي أمراً مشروعاً وكذلك العمل الحزبي قامت الجماعة بالدخول في تحلوات حزبية في انتخابات 84 مع حزب الوفد في مصر ثم انتخابات 87 مع حزب العمل وحزب الأحرار وكانت الجماعة مؤثرة لحد بعيد في المجتمع المصري سواء على مستوى السياسي على مستوى حتى النقابات المهنية والعملية خاصة النقابات المتعلقة بالنقابات الأطباء والمحمية والمهندسية وما إلى ذلك وأصبحت الجماعة أشبه بدولة داخل الدولة وهذه أيضاً إشكالية ساعت يلايا لاحقاً فيما تعلق بمأزق الجماعة سواء حالياً أو بشكل عام ثم انتقت الجماعة إلى المرحلة الرابعة هي مرحلة الصدام الأول مع نظام مبارك والتي بدأت في متصفة التسعينات والتي شهدت الأول مرة وانذو ستينات تعرض الجماعة لمحاكمات عسكرية نتج عنها بدخول عدم القيادات إلى السجون وأصبحت الجماعة في موقف لا تحسن عليه من خلال تضييق عليها فيما يتعلق بالعمل السياسي وستمرت هذه المرحلة منذ متصفة التسعينات مع تولي المرشد العام الرابع للجماعة المصطفى المشهور عفواً الخامس للجماعة المصطفى المشهور في متصفة التسعينات ثم بعد ذلك خلال العقد الأول من الألفية الجديدة بدأنا في مرحلة مختلفة مع ثورة يناير وأنا أسمي هذه المرحلة في مرحلة الخامسة مرحلة الارتباك الثوري عند جماعة الإخوة المسلمين لماذا؟ الجماعة على مدار تمانين أو خمسة عام تقول وتمارس العمل من خلال العمل التدرجي الإصلاحي التغييري ولكن الثورة جاءت بطموحات وبأمال تتطلب تحولاً في هذا المنهج الإصلاحي يعني الجماعة استمرت حوالي تمانين عام من خلال منهج إصلاح تدريجي يقوم على أجنحة أربعة رئيسية الجناح الأول هو الجناح الدعوي من خلال الانتشار في العمل الدعوي سواء على مستوى الأفراد أو الأسر أو المستوى المجتمع ثم الجناح التربوي من خلال محاضن التربية لإخوان المسلمين سواء كان الأسر أو الشعب أو المناطق أو ما إلى ذلك ثم الجناح الخيري متعلق بين شبكة ضمان وأمان اجتماعي تقوم برعاية العديد ليس فقط من عائلات الإخوان المسلمين كجماعة أو كتنظيمة أو كحزب ولكن أيضاً تقدم العون والسند لقطاع من المشتابع المصري رضعت الدولة المصرية ده عنه وظهر هذا الأمر بشكل كبير جداً خلال مرحلة أولي التسعينات لمن عاش هذه المرحلة أو كان شاهداً عليها في مصر عندما وقع زلزال 92 كانت الجماعة الخير المسلمين أول من يستجيب لمتضررين من هذا الزلزال قبل الدولة المصرية قدموا مساعدات، بطاطين، أسرة، قم بعمل إنشاء شيلترز أو مقاوي لمن تعرضوا لمشاكل هذا الزلزال فكان هذا الأمر يعتبر جرس إنذار للنظام السياسي وبالفعل في عام 99 بدأ النظام يقوم بتلفيق القضايا خاصة قضية سلسبيل والتي على إثرها تم اعتقال عدد من أهم قائد الجماعة على أسهم المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهم الجناح الرابع هو الجناح السياسي وأنا دائماً أقول أنه جماعة الإخوة المسلمين نجحت نجاحاً مبهراً في الأجنحة الأربعة فالأجنحة الثلاثة الأولى، الجناح الدعوي والطربوي والخيري ولكنها فشلت فشلاً دريع في الجناح السياسي يعني قسمنا دائرة العمل الإخواني إلى أربعة أقسام القسم الدعوي، القسم التربوي، القسم الخيري والعمل الأهلي والقسم السياسي نجحت نجاحاً مبهراً ولا يزال حتى هذه اللحظة وأعتقد أن هذا الجامع الكريم قد يكون أحد ثمار وإن كان طبعاً لم يكن ليس تحت مضالة الإخوان المسلمين لكنه أحد ثمار هذه القدرة العقرية على العمل التنظيم والعمل التعبوي لكن على المستوى السياسي، الجماعة تمر من أزمة إلى أخرى لم يكن من فشل إلى آخر طبعاً ستحدث عن أسباب هذا الفشل خاصة بالجانب السياسي ثم انتقلنا في المرحلة السادسة هي مرحلة المحنة الثانية التي نعيشها أو تعيشها الجماعة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى يومنا هذا وهي أزمة مركبة أكاد أقول أنها لم تسبق أن مرت على الجماعة حتى في أحلك أيامها في الخارجات والسيتنال نحن إذا عملية ليس فقط قمع بالمعنى التقليد ريبريشن الذي كان موجود أيام مبارك نحن إذا عملية استقصال عملية لإخوان المسلمين ليس فقط محلياً والأمر أصبح واضح جداً للعيال لكن أيضاً إخلمياً ودولياً نحن إذا تحالف أو حلف إقليم ودولي يسعى لاستئصال شأفة كل ليس فقط الإخوان المسلمين بمناسبة كل من يعتقد أن الإسلام يجب يكون له دور في حياته العامة وحياته الخاصة نحن إذا مأزق وجودي يكاد يعصف بالجماعة وينهي وجودها بشكل كبير طيب كما قلت أن الجماعة أصيبت بنعم الارتباك منذ ثورة يناير وحتى يومنا هذا لماذا؟ من جهة الجماعة من الصعب جداً أن تكون باستخدام منهج ثوري في التغيير هذا المنهج الثوري هو بحاجة إلى إعداد نفسي وذهني وسيكولوجي وتربوي والجماعة ليس هناك رفاية الوقت أن تقوم بإعادة إعداد الكوادر الإخوانية كي تكون كوادر ثورية وليس هذا هو الهدف للجماعة الجماعة تؤمن إلى حد بعيد بالبنج الإصلاح التدريجي ولكن جاء الأمر على حين غره أنه لدينا ثورة هذه الثورة طبعاً لدينا اعتقاد نحن نحن الشعوب العربية اعتقد أن الثورة ستكون بإعطاء كل واحد في جيبه ألف دولار على الأقل كل يوم أو شعور أن الثورة ستكون بتغيير العالم من هذا الوضع البأساوي وإجتماعي إلى وضع مثالي لحد بعيد هذا أمر يعني مطلق عليه ثلث توقعات بعد الثورات هناك نوع من توقعات بأن الثورة ستكون بقلب الأوضاع ورصنا العقب خلال سنوات قليلة فالجماعة كانت محتارة هل تستمر في استخدام منهج الإصلاح التدريجي أم تكون بتبني منهج ثوري كما كنت منهج الثوري صعب جداً لحد بعيد وأيضاً التمسك من منهج الإصلاح التدريجي أيضاً أمر صعب ورغم ذلك الجماعة قامت ببعض الخطوات التي أرى كانت فيها مغامرة كبيرة وعلى رأسها مغامرة الدخول في انتخابات الرئاسة في عام 2012 والتي أدت إلى ما أدت إليه مما نشهده الآن في هذا الإطار النتيجة أنه أصبحت الجماعة في ورطة كبيرة لا هي قادرة على تبني منهج ثوري تقوم من خلاله بالاستجابة لتطلعات المجتمع وأن تكون في نفس الخط الذي يطالبه بتغييرات جزرية كما قلنا في بداية الكلام الثورة تعني تغيير جذري في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ينتج عنه تغيير في النخب وإحلالها بنخب جديدة تؤمن بالثورة وتسعى لتحقيق مطالبها هذا لم يحدث وفي نفس الوقت لم تستطع أن تقوم مع عملية إصلاح كما كان عليه الحال في السابق لأنها قامت بعمليات أو قامت باتخاذ قارات فيها قدر عالي جداً من المغامرة غير المحسوبة وكما قلت كان أهم هذه القارات غير المحسوبة قرار عند دخول الانتخابات الرئاسة في عام 2012 الآن لم يعد من الوقت الكثير أمر إلى كيفية الخروج من هذا المأزق كما قلت هذا مأزق وجودي له شقين شق داخلي متعلق بقدرة جماعة البقاء متماسكة نعلم جميع أن الجماعة الآن تمر بأكثر مراحلها خطورة من حيث التماسك الداخلي التنظيمي والذي كان يمثل أحد نقاط القوة عن جماعة الإقواء المسلمين أن جماعة تلتأم وتتماسك تحت الأزمات هذه الأزمة أدت إلى العكس تماماً نحن نزاع عاملية القسام انقسام على الرؤية انقسام على الاستراتيجية وانقسام على الأهداف وانقسام أيضاً على المسار هل هو مسار إصلاحي؟ أو مسار سوري فيما يتعلق بمواجهة الأوضاع الحالية في مصر الآن كيف يمكن للجماعة أن تمر من هذه الأزمة؟ أول خطوة هو الاعتراف أن هناك أزمة كما يعني عندما يكون هناك مريض أول خطوات العلاج أن يعترف أنه بالفعل مريض أزمة الإخوان مركبة لها بعض مختلفة ليس هناك وقت كي أمر عليه لكنها أزمة أنا أسميها مربعة للأزمات أزمة فكرية إيدولوجية متعلقة بتجدير الخطاب الإيدولوجي والفكري للجماعة أزمة تنظيمية متعلقة بعادة هيكلة التنظيم وأن لا يكون التنظيم هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة لأمور أخرى على رأسها الدعوة والتربية وما إلى ذلك أزمة على مستوى القيادات نحن إذا قيادات تكلست في مكانها قيادات أصبحت هدف الرئيسي هو البقاء في مقاعدها دون السماح بوجودنا من الحركة التنظيمي ثم أزمة في البعد السياسي يجب أن تحدد الجماعة ماذا تريد في هذه المرحلة تحديداً الأمر الثاني من أجل الخروج من هذه الأزمة يتعلق بالتعاطي مع مجموعة من الملفات العالقة ونحن نكتب هذا الموضوع منذ على الأقل عقد من الزمان أول ملف هو ملف التمييز بين الدعوة السياسية في جماعة الإخوة المسلمين الجماعة التي تتم تصر على الجمع بين كل هذه المسائل أن جماعة كما قال حسن البنة هي جماعة تقوم على مبدأ شمالية الإسلام الإسلام هو عبارة عن دين وعبادة أو عبارة عن مصحف وسيف وما إلى ذلك أنا الأولى أن تقوم الجماعة بعملية فصل وتمييز بين هدين المجالين لأنه لأسف الشديد الدعوة والتربية والعمل الأهلي يدفع ثمناً باهضة للعمل السياسي طب إيه الحل؟ أنا أعتقد الحل واحد من اتنين إما أن تقوم الجماعة بطريق المجال لأبنائها وأعضائها أحرار فأن يتبنوا أو أن يندمجوا مع أي أحزاب سياسية قائمة أو يقوم بإنشاء أحزاب ليس تحتها فط جماعة الإخوة المسلمين يعني تركوا المجال والحرية لأعضاء الجماعة أن يلتحقوا بما شاءوا من أحزاب سياسية أو أن يندمجوا أحزاب سياسية ليس هناك ارتباط تنظيمي ولا مالي ولا إدارة مع جماعة الإخوة المسلمين هذا الخير الأول أو الخير الثاني أن تقوم الجماعة بالتحول للحزب السياسي كامل وهذا الأمر سيمثل ضربة لأهم أهداف الجماعة وهو عملية إصلاح المجتمع من خلال الدعوة والتربية وما إلى ذلك لأنه من الصعب للحزب السياسي أن يكون أعمال دعوي أو تربوي السياسي هي مجال للصراع والتنافس والاختلاف والخلاف والكذب والنفاق والدعوة أمر آخر تماما متعلقة بالإخلاص متعلقة بالحكمة بالمعيضة الحسنة وما إلى ذلك وبالتالي جماعة في حاجة إلى أن تقرر ماذا تريد هل تريد أن تظل جماعة دعوية ربانية كما تقول أدبات حسن البنة أم جماعة تلعب في المجال السياسي وأن تتخلص من كل ما يتعلق بالدعوة والتربية وما إلى ذلك الأمر الثالث هو إنهاء حالة التكلس التنظيم داخل الجماعة للإخوان المسلمين كما قلت في السابق الجماعة أو التنظيم تحول إلى غاية حد ذاته ولم يعد وسيلة لأمر أخرى وأصبح هذا التنظيم يقوم بإنتاج قيادات تقوم على مسألة السمع والطاعة دون إعطاء مساحة لمسألة الكفاءة ومسألة القدرة والإمكانيات التي يمكن أن تقوم بدور مهم فيما يتعلق بهداف الجماعة ولخص ما قلته في السابق أن الجماعة في حاجة لأن تقف مع نفسها وقفة صادقة وتقول أو تجيب على السؤال المهم وهو من نحن وماذا نريد وكيف نحقق ما نريده وأختم هذه النقطة وشكراً جزيلاً لاستماعكم وأتطلع للأسئلة شكراً جزيلاً